اشتركوا في القناة في المناطق اللي بالقرب من الأوراش والمشاريع اللي ستتعرفة من يدنيت الضربدة من أجل مناقص القادية دينا استضيفه السيم صطفا شعون رئيسة مؤسسة الأعمال الشمعية لمهني النقل الطرقي السيم صطفا مرحبا بك شكرا جزيلا على الاستضافة شكرا لإترى هذا الموضوع لدوره هينية السيم صطفا تيجي مش ليس تيجي مش ليس مجلس ولكن الحفارة على مسمى دينا الضربدة تتبقى دائما لا يتغير الوضع يعني بالنسبة لكم تم مهني النقل الطرقي تتحركوا بزافة على المسمى دينا الضربدة عشان الأثار دينا لإنتشار الحفارة عليكم تمك مهني النقل وبطبيعة الحال كيف ما جاء في تقديم ديناكم وهذه حقيقة ما يمكنش اليوم نحجبوها الحقيقة هو كيجي مزيج كيجي جزي كيكون حفار الجديد كيف ما قلت الجاسي بوست الجديد القديم هو اليوم أن الضربدة هي عبارة عن أوراش مفتوحة منذ سنوات هي أوراش مفتوحة وهذه الأوراش كتصاحبها بعد بعض الحفار وخصوصا هذه الحفار تزايدت مع الأمطار الخير الأخيرة اللي عرفتها المملكة المغربية ومدينة سلطربدة واليوم كان عيشوا على وقع الحفار في كل مكان كذلك الأشغال اللي كتسبب فيها مجموعة هذه الأوراش يعني النفايات والبقايا هذه الأشغال كذلك الموضوع المهم مهم جدا ولابد من أنه يكون ضمن هذا هذا يعني هذا 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 هو الموضوع المخفضات السرعة اليوم كنشوف هذا المخفضات السرعة لدودان كينتاشترو في أي مكان ما كيدلوش بواحد لمعايير رهي خاصة كذلك اليوم الشبكات التصالات للربط خاصة الموضوع الفيبروبتيك يعني الوقت اللي كيدر القشارع جديد يلا هتصوب وكيفتحو فيه لوح المسار خط طويل ومن بعد فيش يرجعو لغودرون ذكش ما كيرجعش لكش البلاستو هنا اليوم السؤال المطروح وهو اليوم كيفاش ممكن لنحنا كبيضويين أولا وكميهنيين نتواصلوا مع هدناز المجلس المدينة في هذا الموضوع هذا لأنه هناك إشكال حقيقي لا يوجد حوار حول كل هذا المواضيع فشتسمع عمدات مدينة الدربة يعيشها كيفاش تشوف هذا الأمر بطبيعة هذا شعارات ومحاور حبدة لو أن بالفعل هذا شيء كامل يتكلم وليس المؤسسة المنتخبة يتنزل لأرض الواقع الواقع والكلام والشعارات شيء آخر والبلاغات بعيدة كل بعد على الواقع المعاش صحيح أن هذا الموضوع يتسبب المهنين للنقل الفضار الكبير خاصة في المركبات اليوم ندعموهم خاصة في قطع سيارة أوجابي سينفيها لألمنا أن 16 ألف مركبة وستقريبا ما يراوح 17 ألف مركبة سيارة أوجابي سينفيها التي تجيب عمالة الضربدة كبيرة وصغيرة إذن كان ضرر خصوصا في القطع الغيار في الحالة الميكانية قبل نوصل الضرر المستوى انتشار الحفر مدينة الضربدة لماذا كانت اختلاف في وسط المدينة المعارف موليرشي اليوم كانت تجيب اختلاف تقريبا بطبيعة الحركين الأماكن التي فيها أوراش فيها حفر أكثر ولكن كذلك حتى وسط المدينة ومن الناس التي جسم صحفي تتجول وتتعين بالعين المجردة أن كل حفر التي تنتشر في مجموعة المناطق وتنتشر مع الأسف شديد في شوارع بالجانب المقر الجريدة المحسرمة شارع تهيئ كامل ولكن هناك حفر في الجوانب وفي الهواميش هناك حفر وكذلك تشويه الفضاء الطرقي بمجموعة الأمور التي تخص إعادة النظر فيها وخاص أن اليوم مجلس المدينة بهذا المهندسين ومسؤولين ومسؤولين وهذا الأطور يفتح لكفاءات يفتح لمجمع المدني كذلك لماذا لا اليوم تغيب المجتمع المدني والتغيب الممتين في هذه الفئات التي يستعملون الفضاء الطرقي اليوم يهني النقل في مدينة الضربدة وهم شركاء في الفضاء الطرقي ويستعملون الطريق من أجل العمل لهم هل قديت تشورك أنتم كمين نقل طرقي على مساوى الضربدة في جسد العمدة وجل المكسب مسير ومش فتحوا معكم اللقاءات عملكم تلاقيتوا معهم ما كانت هناك لقاءات رسمية كانت لقاءات على الهامش ترأس السيد نائب عمدة مدينة صدر بيضا اللي ترأس هذه اللقاءات وطمئن المهنين أنه سيكون لقاءات في المستقبل ويكون لحوذة الساعة لا يوجد أجندة العمل لأن هذا الموضوع خاصة أجندة العمل لا يرتبط بالحفار أو بالسير الجوال مرتبط بإعادة الانتشار وفق هذه الوسائل النقل الجديدة لليوم فارد راسها ونفتخر بيضاويين أنه ستكون أدنى هذه الوسائل النقل التي ستقدر تعزز البنية الحضاري داخل الضربضة خصوصا بين العملات وبين المجالس المقاطعات ولكن في نفس الآن لا يجب أن تهيئ محطات خاصة في سيارة الأجراء لا يجب الاهتمام بهذا القطع وهو مهم ومهم جدا أسطور كبير هناك اهتمام مباشر إلى حدود الساعة ونحن هناك خريطة الطريق ونحن حوار ممأسس حول المراحل المقبلة التصور المجلس المدينة في هذا الباب اليوم نجهله وهذا مع الأسف الشديد هذا استمرار كيفما قلته استمرار لنفس السياسة التي نهجها أو نهجها المجالس الجماعة الضربضة السابقة وهذا الأمر نستنكره صراحة لابد من نستنكره أن هناك غياب حوار جاد ومسؤول مع النقل خاصة المهني ووسائق السياسة ورزب السين فيها رجع لخضية تأثير تتشار الخفار والدودان التي كنت في الدار بيدا على العربات والسيارات كيف يكون دار أكثر في المطور أو في المنطر دار يكون مركبة اليوم تمر في مخفية صراحة واحد لا دودان واحد دودان التي لا يوجد معايير وما نرى اليوم ستجرب هذه المدينة الرباط اليوم الرباط فيها دودان فيها معايير لا يوجد دودان لا يوجد شكل من الأشكال في بعض الأحيان يتم تنصيب هذا في الطريق العام لا نجهب طريقة شوائية لا نجهب المدينة ومقاطعة ومقاطعة الساكينة هذه الأمور غريبة وغريبة جدا وهذه تسيب أول المدينة وكذلك تخلقوا ضرر كبير للمهنيين خلصا لمركبة لهم في اهتيك في البنوماتيك في الموتور بطبيعة الحال وكذلك في الصحة الجسدية السائقين المهني وكذلك المرتفقين لأن اليوم إذا كان غير مواطني يستعمل وسيلة النقل تقريبا جوجت المرات في النهار ولا مر شارع لكل مليء بهذا دودان وكانت الحالة الميكانيكية للسيارة لها لا تستطيع تستعب هذا المواطنين والمرتفق يخلق الهضارة الجسدية لأنه يكون حوادي تسير لأن سيارة تفرانية وتضع لقود فران في الأغفلة يكون حوادي تسير وتعيق وكذلك نسياب الحركة مرور لأن اليوم ندر هذه دودان في ميزاجيا وحركة تسير اليوم سنتبر بأن هناك دراجات نارية تدير الأعمال بهلوانية وهذا كانت متابعة وكذلك أجهزة التي نلتج لها كسكينة أو أصحاب حي أو مدارس حراء أو نلتج الأجهزة التي تضبط هذا وحنا لاحظنا بأن هذه العملية كانت موضوع ججر دراجة النارية خاصة في الأعمال بهلوانية في شهر رمضان الماضي وكان بلاغ المدير الأعمال المواطني في هذا الباب وليوم نرى الضائرية تقلص وما بقى إذن الوسيلة التي نواجه بها إذا كان هناك تهور على الطريق وهو تطبيق القانون لا يمكن اليوم أن نأتي من السبوع لدودان وقبل من الدودان تلقى الحفر هذا هو الإشكال الحقيقي تلقى الحفر أو تهوز من الدودان تلقى حفر وهذا كيف يبان مع هطل عمطار مع الأسف الشديد هنا لا ندخل ما هو تقني ولكن نحن مهنين بالعاية المجردة والمتابعة والممارسة اليومية بحكم أن كيف مدلة جزء من مستعمل لفضاء الطرقي أعتقد أن اليوم الأشغال التي توقع بعدما كان شريح خصوصا في الربط بالشبكة الصالح الشرب أو بعض الأحيان الحار فإنه يدار الأشغال وإنه يراجع هذا الزفط لا يراجع بطريقة التي تستطيع كذلك موضوع مهم ومهم جدا وتستطيع تلاحظوا معي السيحمد ويلاحظوا معي المتسبع الكرام هو لا يمكن نمشي في هذا ما صار في اسمي توقع نمشي إذن كل هم حشاك القوات مهزوزين أو مهووذين إذن هذا كن إشكال حقيقي اليوم مدينة الضربدة والشبكة الطرقي الضربية متضريرة والمسؤولية تحملها بطبيعة المجلس لأن المجلس اليوم هو اللي خصو يلقى حلول آنيا لهذا الموضوع قد تودتون أنكم ستضروا أحتجاج في حسر سريح سابق قد تقدرون إحتجاج من مجلس المدينة الضربية على هذه المشكلة هذه ما يكون كميهنين بين النقل كنقبات وهيئات وكجمائيات لنحن نريد نحن نريد نحن ندخل نحن نشاهد في كل حوار باب الحوار مغلوق وps المطالب الآدية مهنين تجاه أداة سغية ونشوف تحرك دي المسؤولية الحتجاج هو رحق المشروع ويمكن أن ننتج هذا الحق المشروع في أي وقت ونحن نجاهزون هناك خلية نحل كمهنين دير النقل وكمهنين دير السيارة الأجراء دائما نشتغل 24 ساعة إلى 24 ساعة ومناسبة دعوان المجلسة المدينة أنه هي مأسس الحوارة مع المهنين دير السيارة الأجراء في مجموعة المواضيع من ديمنها هذا الموضوع الذي هو مهم ومهم جدا والذي يخلق ضراري ومن المهنين وهو الحفار هناك صعوبات وصعوبات كبيرة خاصة مع الأشغال والأوراش التي ينفتوحها في جميع المقاطعات للأعمال التربية سيم ستفا شكرا جزيلا على قبول دعوة متتبعي قناة أنفاس بوليس إلى اللقاء فرصة قادمة إن شاء الله